السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصعد الله مساءكم أو صفحكم حتى ما بشهو الفيديو. أعزائي الطلاب الصف الخامس الابتدائي. اليوم بندرس درس جميل جدا ومن الدروس السهلة والبسيطة. ودرس ميش جديدة علينا. مع درس من دروس وصفة النحوية في مجال الوحدة الرابعة هي درس الصفة. المعلمات الجديدة اللي ممكن نستفادها النهاردة. معلمات النهاردة يا جماعة ان الصفة دايماً بتسمع كلام الموصوف. إياه لك ما بين الصفة والموصوف. ان الصفة بتسمع كلام الموصوف. بتسمع كلام الموصوف في أربع حاجات. الحاجة الأولانية من حيث النوع. يعني ايه كلمة النوع? يعني من حيث ان هو شيء مذكر ولا مؤنس. بس يا سيدي. اذا كان الموصوف اللي أنا قاعد بتكلم عنه مذكر. لازم الصفة بتاعته تكون هي كمان مذكر. يعني مثلاً بقول ان ده طالب لازم أن اوصفه اقول مكتهد. ما ينفعش اقول طالب مكتهدة. لإذا كان الموصوف عندي مذكر لازم الصفة مذكر. وإذا كان الموصوف اللي أنا بتكلم عنه مؤنس لازم الصفة بتاعته تكون ايه مؤنس. المعلمة او معلمة ماهرة. يبقى طالما عندي اللي أنا بتكلم عنه مؤنس لازم أن اوصفه بمؤنس زي بالظل. تمام? طيب يبدأ اول الحاجة ان الموصوف او ان الصفة بتسمع كلام الموصوف من حيث النوع. ان هو مذكر يكون مذكر. ده مؤنس لازم الصفة بتاعته يكون مؤنس. طيب الحاجة الثانية اللي بيسمع كلامه فيها. بيسمع كلامه في العدد. يعني ايه? يعني لو كان الموصوف بتاعي مفرد لازم الصفة تكون مفرد. زي ما اقول ان ده معلم ماهر. ما ينفعش اقول معلم ماهرون. ما ينفعش يكون الموصوف مفرد والصفة بتاعته جمع. ما ينفعش اقول معلم ماهران. تبقىالم مفرد والموصوف مفرد. العدد هنا المقصوص بها ان لو كان الموصوف مفرد لازم ان العدد بتاعه او الصفة بتاعته لازم تكون نفس العدد مفرد. ان الموصوف بتاعي لو كان بيدل على مسنة اتنين زي ما اقول اه وان صفة بتاعته تعبر عن اتنين. زي ما اقول معلمان او صفهم بإن هم ماهرون تمام؟ يبقى لازم الموصوف إذا كان مسنى لازم يتفق معها الصفة في العدد بتاعها بضرور يكون مسنى إذا كان الموصوف بتاعي يجمع لازم الصفة تكون جامعة أي نوع من الجامعة يعني مثلا ممكن هنا يكون معلمون هنا الصفة بتاعتها ماهرون ده جمع مذكر سالم ممكن يكون الموصوف بتاعي جمع مذكر ممكن يكون موصوف بتاعي جمع تكسير والصفة بتاعته جمع مذكر سالم زي ما أقول بالسلامح ورحيم علماء العلماء المجدون العلماء ده موصوف بتاعي ووصفتهم بنوم هم مجدون العلماء جمعت نكسير ووصفتهم إنه مجدون ده جمع مذكر سالم العلماء المجدون يبقى أنا عندي هنا المهم ان يكون نفس النوع العدد ده جمع وده جمع بس من choix يكون جمع مذكر سالم وأقول لك هدولك الصفل بتاعته جمع المعلمون المهيرات اللي هتصلح طبعاً أنا عندي بس الاشكالية هتكون في جامعة التكسير الممكن يكون الموصوف جامعة التكسير والنوع الصفة بتاعته تكون جامعة مذكر السيلم. يبقى أنا النهاردة اتعرفت دلوقتي او لحد دلوقتي اتعرفت على حاجة ان الصفة بتسمع كلام الموصوف في حاجتين. لسه كمان حاجتين. اول حاجة بيتسمع كلامها في النوع. اذا كان الموصوف مذكر الصفة بتاعته مذكر. اذا كان الموصوف مؤنس الصفة بتاعته تكون مؤنس. بتتبع الصفة بتسمع كلام الموصوف في العدد. اذا كان الموصوف مفرد لازم تكون الصفة بتاعته مفرد. اذا كان الموصوف مسنى لازم تكون الصفة بتاعته مسنى. اذا كان الموصوف جامع لازم تكون الصفة بتاعته جامعة. واتكلمنا ان ممكن يكون الموصوف جامع تكسير وان الصفة بتاعته جامع مذكر ايه سالم. فيه عندي جامع تكسير وإن الصفة بتاعته مفرد زي ما أقول الأشجار المثمرة أهو الأشجار كان عندي الأشجار عندي كانت جامع تكسير والمثمرة كانت مفرد تمام خلينا برضو في دماغنا الملحوظة دي طيب تعني بدأ نشوف برضو إن الصفة بتسمع كلام الموصوف في إيه الصفة بتسمع كلام الموصوف في الحاجة التالتة من حيث إن هي معرفة أو نكرة يعني كلمة معرفة يعني إن كون الكلمة فيها ألف ولام وكلمة نكرة يعني ما فيهاش ألف ولام معرفة زي إيه مثلا يعني معرفة زي إيه مثلا زي مثلا ماقول الطالب أو في ألف ولام لازم أن تكون الصفة بتاعته معرفة لازم أن يكون فيها ألف ولام المكتهد ما ينفعش أقول الطالب مكتهد هنا تبقى مفتدأ الخبر إنما لما يكون عندي شيء اللي بتكلم عنه في ألف ولام والصفة بتاعته فيها ألف ولام خلاص يبقى دي كده او النائتي بتاعها تمام؟ الصفة بتسمع كلام موصوف في عملية التعريف يعني ايه؟ يعني اذا كان ده فيه n-ur-ru ده لازم أن يكون فيه n-ur-ru إذا ده لديه هول لازم أن يكون هناك n 나가 لازم أن يكون الصفة لم تونها r-ru ناكرة churches لم تونها هنا لم تونها r-ru آل-ru هنا لديها ملكوظة لازم انتبه لها إن أسماء الأشخاص والبلاد والدول كلها معرفة يعني كان فيها n-ur-ru أبهى معرفة اعتبر ان هي فيها ألف ولم بدايتها ألف ولم تمام لما قول ابها الجميلة اقول لك الجميلة صفة يا استاذ ازاي الجميلة فيها ألف ولم وابها ما فيها ألف ولم قلتلك انها اسماء البلاد او الدول او الاشخاص كانها فيها ألف ولم بالزبط تمام فاعتبرها ان هي الابها الجميلة يبقى الجميلة هنا فيها ألف ولم وابها فيها ألف ولم يبقى الجميلة هنا اصبحت صفة لما قول لك محمد الزكي الزكي دي صفة يا أستاذ إزاي ده الزكية فيها ألف غلام ومحمد بفوش ألف غلام قلت لك إن اسم الشخص اعتبر فيه ألف غلام يبقى محمد فيها ألف غلام اعتبر إن هي فيها ألف غلام والزكية بعديها فيها ألف غلام إذن الزكية هي إيه الصفة تمام؟ نعم لو قلت محمد زكي لا تصلح تمام؟ ليه لأن محمد معرفة فيه ألف غلام وزكية ناكره مفعش ألف غلام يبقى ما ينفعش أقول إن الزكية هنا إيه صفة تعالوا نبص كده من حيث الأعراب، بص يا سيدي، الصفة بتسمع كلام الموصف في كل الأعراب، يعني إيه؟ يعني لو كان الصفة عندي مرفوع، لو كانت الموصف عندي مرفوع، لازم الصفة تكون مرفوعة لو كان الموصف عندي منصوب، لازم الصفة بتاعته تكون منصوبة لو كان الموصف بتاعي مجرور، لازم الصفة تكون إيه؟ مجرورة يعني من الأخير كده، ودي أهم نقطة بالنسبة لي، دي أهم نقطة التلاتة اللي بقيين الفاتو اللي هي النوع أو العدد أو تعرف التنكير بس يساعدك إنك تعرف إن دي الصفة إنما اللي يهمني في عملية الأعراب إن الصفة بتسمع كلام الموصوف يعني يا أنت يا موصوف مرفوع أنا مرفوع زيك أنت يا موصوف منصوب أنا منصوب زيك أنت يا موصوف مجرور أنا كمان مجرور زيك ودي أهم نقطة بالنسبة لي لازم نكون عارفها تعالوا نبص كده على الأمثلة ونبدأ نعارفها حدد الصفة في العبارات التالية عايزين نحدد الصفة وبالتالي لازم أنا حدد الموصوف عشان أقدر أعرفها محمد طالب متفوج أنا أبدأ أشوف يا جماعة أبدأ أشوف أشوف الكلمة اللي بتوصف اللي قبل منها ينفع أوصف محمد بأنه طالب ينفع أنا سأمه واحد يقول لي ينفع طب تعالوا نبص كده أنا قلتلك إن لازم الصفة تسمع كلام الموصوف في كل حاجة تعالوا أول حاجة نشوف منحز النوع يعني مفرد مذكرة لمؤنس محمد ولد وطالب ولد آه ماشي ده أول حاجة تاني شيء لازم من حيث العدد محمد مفرد وطالب مفرد كده اتفقوا في حاجتين هم لازم أن يتفقوا في الأربع حاجات تعالوا نبدأ نشوف تالت حاجة من حيث المعرفة والنكرة معرفة يعني في ألف ولام ونكرة عن فيش ألف ولام محمد قلتلك إن اسم الأشخاص كأنه في ألف ولام كأن هنا في ألف ولام اعتبر إن دي قال محمد هنا معرفة ودي ناكرة نفاش ألف ولام إذن دي تطابكوا المرة دي لا يبقى دي ما تنفعش إن هي تكون صفة يبقى دي محمد مبتدأ وطالب هي الخبر تمام؟ تعالوا نبدأ نشوف ينفع أوصف الطالب بأنه متفوق آه ينفع أنا حاسس طب تعالوا نشوف الأربع حاجات تتفقوا فيها ولا لا تمام؟ أو الثلاثة الأساسيين والربعة هي الأعرابة التي همين نبدأ نشوف الطالب مذكر متفوق مذكر زي الطالب عدده مفرد ومتفوق مفرد زي كده حاجتين الحاجة الثالثة إن ده نكرة مفوش ألف ولم وده نكرة مفوش ألف ولم يبقى هنا تطابقت شروط الصفة فيه يبقى إلا أنا بتكلم عنه أو الصفة بتاعت هي متفوق وكنت بوصف مين الموصف بتاعي الطالب أنا عايزة عاربها اللي هي الشرط الرابع أنا قلت إن الصفة بتسمع كلام الموصف يا صفة أنت مرفوع ولا منصف ولا مجرودة تقولك لا أمان فعش أقولك غير لما تسأل الموصف هو مين الأول مرفوع ولا منصف ولا مجرودة ساعتها أنا رح أسأله يا موصف أنت إعرابك إيه قلت لك دور علي في الجملة أنا جملة جملة إيه جملة إسمية وجملة الإسمية من اللي يختر في بالي المبتدأ والخبر محمد هنا أول الجملة يبقى هنا مبتدأ يبقى الطالب إعرابها أن هي خبر مرفوع بتضم عشان ده إيه مفرد طب وصفة تقوله شكرا يا موصف أنا بسمع كلامك أنت مرفوع أنا جمان زيك مرفوع وهنا مرفوع بتضم لإنه إيه مفرد أحسنتم يا شباب تعالوا نبص كده على المثال اللي بعد منه أمشي كلمة كلمة شوف الكلمة دي بتوصف اللي قبليها أو لا المديرة يوصف كرمت لا ما تنفعش الطالبات توصف المديرة لا واحد أنا شايف واحدا ما يقول لي يا أستاذ ده في ألف ونه في ألف ونه وقلت لي يا ولد يسمع نركز شوف الكلمة دي ينفع أنا حاسس أني يتوصف طب أنت قلت لي أنا حاسس أنت بتقول لي أنا حاسس أني يتوصف ساعتها هقول لك طب روح ووصلي على الكلمة دي ويشوفها لي كده ووصلي عليها يا تارا دي عادات أجام وده عادات أجام دي مفرد وده جامع أنا واحد ذاك يقول لي يا أستاذ ما أنت قلت لي مش شرط إنه ممكن أن يكون مفرد والتاني يكون جامع بس ده خاص بجمع التكسير بس خليني ماشي معك طيب ينفع أوصف ينفع أوصف المديرة بأن هي طالبات أنا اتفقت أن الكلمة دي بتوصف اللي قبل منها ينفع أقول المديرة دي أن أوصفها طالبات لا ماينفعش يبقى ما متحققش عندي عشان كده بقولك أن الصفة لازم أنا حسها أني بأوصف الكلمة اللي قبل منها طب تعالى موصي هنا ينفع أوصف الطالبات بأن هي متفوقات أو ينفع يبقى من الصفة عندي المتفوقات طب مين اللي أنا بأوصفهم الطالبات طب تعالى نبدأ نشوف الشروط التي تحققت فيها أو لا أول حاجة من حيث أول حاجة من حيث النوع الطالبات دي مؤنس بنت والتانية دي المتفوقات مؤنس يبقى اتفقوا من حيث النوع ثاني شيء نبدأ نشوف العدد ده جمع مؤنس سلم وده جمع مؤنس سلم هنا اتفقوا ثالث حاجات تعريفها التنكير التعريف في ألف ولام يبا هنا فاقلف ولم دفاقلف ولم هنا اتفقوا في الثلاثة تعال با نبدأ نطبق الشرط الرابع وهو الاعراب أنا عايز أعرف الصفة الصفة عاربها ازاي؟ يطر عاربها بمزاجها؟ او ان هي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؟ يقولك لا ما نعمل ايه؟ يقولك اتفضل روح شوف الاسم الموصوف هو حالته مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ليه؟ لان الصفة بتسمع كلمه طب يا موصوف انت مرفوع ولا منصوب ولا مجرور يقولك دور عليها في الجملة شوف انا نوع الجملة بتاعتي ايه عشان تعرفني دي جملة ايه؟ دي جملة فعلية تمام؟ وجملة الفاعلية مين اللي يختار في بالي؟ الفعل والفاعل المفعول به اذا كان موجود تمام؟ طب فين الفعل؟ كرمه طب مين اللي كرم من العمل كده؟ المديرة وبهي الفاعل مين الواقع اليوم عملية التكريم؟ بالطالباتي وبالطالبات هنا بسميها مفعول به منصوب وهنا منصوب بالكسرة مش بالفتحة ليه بالكسرة؟ عشان ده جامع مؤنس سالم ارجع فتكر جدوى العلامات الرفع والمصف والجر اللي قلتلك مستمر معك لحد ما تنتهي من الدراسة عماتا في السنوية العامة بإذن المولى عز وجل في السنوية في مرحلة سنوية طيب أنا دلوقتي كده عربت الموصف الصفة تقول لك متشكل جدا انت ساعدتني أنا بسمع كلام الموصف هو منصوب أنا كمان منصوب طيب هنا يا جماعة هتبقى صفة منصوبة أو نعتم منصوب منصوب بإيه لازم أعرف نوع الجملة نوع الكلمة هنا جامع مؤنس سالمي وبهنا منصوب بإيه بالكسرة أحساب انتم يا شباب طيب تعالوا بص هنا على المثال اللي بعد منه أشوف الكلمة هي بتوصف لقبل منها ولا ينفع أوصف سلمت بعلا لا ما تنفعش ينفع أوصف علب إنهما الطلاب ما تنفعش ينفع أوصف الطلاب إنهما المتفوقين بس تعالي أنا كده حسيتها تعالي بدأ أبقى تشوف تطبقت الشروط ولا لا دي فيها ألف ولام ودي فيها ألف ولام دول جمع ودي جمع ده جمع تكسير وده جمع مذكر سالم ما ليش دعوة بس ده جمع وده إيه جمع تمام؟ قلت لك انتبه للمنفوظة دي ده جمع وده جمع دول مذكر ودول مذكر النوع بتاعه مذكر وذكر هنا اتفق الثلاثة النوع والعدد والمعرفة الألف واللم تعالي بقى انحقق الشرط الرابع اللي هو الاعراب فين الصفة بتاعت الأول؟ المتفوقين وصفت مين؟ مين الموصوب بتاعي؟ الطلاب أنا عايزة أعربها تسمع كلام مين؟ تسمع كلام الموصوف يا حبيبي طيب أنا عايزة أعربه يقول لك دور علي في الجملة هنا رح أدور أشوف نوع الجملة أقول لك اسكت ما تقولش كده انت عندك حرف جر طيب عندك حرف جر قبل الكلمة اللي عايزها مش بحتاجة أشوف نوع الجملة صح؟ حتى فان على كده من زمان يبقى هنا الطلاب اعرفها إيه؟ اسم مجرور بالكسرة لانه طبعا دي لانه الشابب معلش معزلاتا على الخطأ لانه جمع إيه تكسير طيب وبالتالي الصفة تقول لك شكرا أننا بسمع كلامه انت هنا مجرور بس هنا مجرور بإيه؟ اول مجرور بالكسرة هنا مجرور بالياء لانه جمع مذكر إيه سالم بصفة مجرورة بالياء لانها جمع مذكر إيه سلم موسيقى